كلمنا عن برامك حضرتك اللي حفظت فيها على اللغة العربية وقدرت فيها انك توصل عبر سنوات طويلة عدد من الرسائل الهم انه لغتنا لغة جميلة انها فيها معاني كتير ان فيها منطوق مختلف عن باقي لغات العالم انها لغة الضاد اللغة الوحيدة اللي فيها منطوق حرف الضاد يعني ايه الرسائل اللي انت كنت عايز ترسلها خلال هذه السابقة؟ بالمناسبة قبل ما اقول للرسائل احتفال اليوم العالمي للغة العربية السنة دي هو شعاره اللغة العربية لغة الشعر والفنون فانا عاوز اقول انه الشعر هو من حافظ على اللغة العربية يعني انا حتى لما بدرب بقدم يعني مثلا بدرب موزيع اخبار ما ببدأش معاه بالاخبار وقراءة النشرة لا بجيب له ابيات شعر بجيب له قصائد قصائد رصينة ونقرأها مع بعض عشان نشوف اللغة جاية ازاي يعني النحو ده بنشكله ازاي ليه دي مرفوعة ليه دي منصوبة دي مجرورة من خلال بعض القصائد كما انه القصيدة بتعلم برضو الالقاء فانا يعني تبنيت هذا الموضوع في برامجي نشرت الاخبار في حد ذاتها درس لغوي لانه ازاي الموضيع قراءها كما ينبغي فبيقدم لغة انا اذكر احنا واحنا صغيرين في الاخبار بنقرأ نشرة اخبار في البرنامج العام كثير من العشاق اللغة العربية قولوا احنا بناخد الصواب اللغوي منكم لان احنا كنا نتوخل يعني عندنا يعني محاضير كتير جدا على ان يغلط ما فيش حد يعني اي خطأ محسوب عليك فعنا كنا بنتحرد دقة دائما في اللغة العربية فنشرت الاخبار نفسها درس لغوي بعدين انا العشقي لان انا متخرج من كلية در العلوم والشعر ده في وجداني والادب فيعني تبنيت هذا الموضوع في برامج كثيرة حتى وانا هنا وانا برضو مسافر برا عملت العديد من البرامج يعني اشهرها على الاطلاق هو برنامج قطوف الادب من كلام العرب وقل ولا تقول قل ولا تقول ده مش بتاعي شخصيا ده كان بتاع الاستاذ علي عيسى الله يرحمه لكن احنا كنا من نتناوب عليه لكن انا عملت برنامج اسمه اضبط لغتك اضبط لغتك الحقيقة انا كنت مسافر برا ولما رجعت حبيت اطور قل ولا تقول فاقترح علي الاستاذ عمر بطيشة كان ساعتها هو رئيس البرنامج العام نعمل برنامج ونضبط فيه اللغة فاخترنا عنوان اضبط لغتك يعني هو الفكرة بتاعته اصلا وانا تبنتها وعملت هذا البرنامج بشكل مختلف اضبط لغتك مختلف عن قل ولا تقول ان قل ولا تقول كلمة ونص قل كذا ولا تقول كذا لكن انا كنت باخد جمل كاملة من افواه المذيعين والمتحدثين والخطباء ومن المكتوب على اللافتات في الشارع ومن الجرائد ولاقي فيها خطأ ما اصوبه يعني اقول الخطأ طلع معي مذيعة الزاملتي تقول الخطأ وانا اصوبه وبعدين اشرح لماذا لماذا هو خطأ وما هو الصواب طيب مين الجمهور المستهدف لما حركت بتتكلم كده كان هدفك مين اللي يسمع الطلبة في المدارس الناس العادية الناس اللي على باب الله والله انا لاحظت يعني الهدف كان مين اللي يضبط لغته احنا هو كان الهدف ان الناس كلها تضبط اللغة يعني بنستهدف طبعا طلبة المدارس بنستهدف كل اللي بيشتغلوا في الاعلام الصحافة فانا لقيت الاهتمام اكتر من الميديا ومن الصحف يعني صحفيين كتير جدا لان الصحفي احيانا بيكتب المقالة بتاعته او بيكتب الخبر وفيه مصحح لغة بيعملها وفيه ري ريتر بيعيدها لكن هو بيحب ان هو صح فتلاقيهم على طول كانوا يتواصلوا معايا عوزين نعرف دي نقولها ازاي او يعني يسجلوا الحلقات يدونوا اللي انا بقوله لانه ده بعتبر مرجع لان انا بابزل فيه جهد يعني انا مش مجرد اقول قلوة لا تقل كلمة ونص لا انا ببحث بعمل بحث وبجيب شواهد من الشعر ومن القرآن الكريم بحيث ان انا اقدم الادلة على صحة هذا المنطوق وان الغلط كذا فده بالنسبة لضبط لغتك قطوف الادب من كلام العرب دي طريقة اخرى لتحبيب اللغة العربية وتبسطها وجعلها سالسة وجميلة في الاذان لانه انا بختار مختارات كثيرة جدا الشعر العباسي الشعر الكريم اه الشعر والادب والقصص والحكاية الحكاية العرب كلها باللغة العربية الفصحة اللغة العربية الفصحة عندما تقدم بشكل جذاب احنا كنا بنقدمها من خلال مجموعة من الممثلين العظماء اللي هما يعني اسدزة في اداء اللغة العربية محمد وفي عبد الرحمة عبد الزهرة الله يرحمه اشرف عبدالغفور والمود يسير اسامي كبيرة جدا بتشارك معنا في تقديم البرنامج اللي انا بكتبه طبعا من من عديد من المراجع اللغوية الكبيرة ومراجع الأدبية من يعني الجواهر اللغة في الكتب الكبيرة زي العقد الفريد زي الأغاني الأصفهاني عديد من الكتب كنت بطلع منها قصص وحكاية واختار منها البسيط يعني ما جيبش اللغة المعقدة اللي يعني الناس ما تفهمهاش اي وبالتالي انا بأداء التقديم مع زميلة لي من متبادل كراوي وراوية ونخلي الحكاية او الشهر على اللسان الممثل المؤدي اللي هو بيؤدي اللغة العربية كما ينبغي كما ينبغي أن تكون ولذلك كانت كان البرنامج محبب ومسموع لأنه فيه فرق بين أنك تقدم لغة جافة وأنك تقدمها في قالب مشوق مميز يجتد بالأسماع وبالتالي كانت الناس فعلا بتسمع هذا البرنامج وتستمتع بي اه وتستمتع وتتواصل معايا بأنها مستمتعة بي